هل كدت الولايات والمتحدة الأمريكية دعمها جهود الجزائر بشأن وساطتها لحل الأزمة في النيجر واشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر على أهمية التنسيق الأمريكية الجزائري مع بقية الأطراف الإقليمية في إطار مساعي تحقيق الاستقرار في المنطقة والساحل يتي هذا سويعات بعد إعلان الخارجية الجزائرية عن تلقيها عبر نظيرتها في النيجر مرسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الرمية لبلورة حل سياسي للأزمة القائمة توافق فتشجيع فدعم فتجديد للدعم بنسق تصاعدي تطور الموقف الأمريكي من المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر إثر الإنقلاب العسكري الذي جرى في نيام نهاية تجويل الماضي ولعل بعدي التوازن والحيادية الذين يطبعان مقاربتها جعلات طرح محط إشادة حتى وصف بالأقوى والبناء ضمن رؤى الحل موقف أمريكي رسمي يأتي سويعات قليلة بعد إعلان الجزائر قبول وساطتها لبلورة حل سياسي للأزمة القائمة نحن نشجع الجزائر على مواصلة العمل مع إكواس ضمن المبادرة التي من شأنها إيجاد حل للأزمة في النيجر الولايات المتحدة والجزائر تتشاركان عن قرب وبانتظام في أولويات إقليمية وثنائية بما في ذلك الجهود المشتركة لخفض تصعيد الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي على غرار منطقة الساحل هذا كان في صلب المحادثات التي دارت بين وزيري الخارجية للبلدين خلال أوت الماضي وأيضا على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولئن بدى دخول الجزائر بقوة على مصار الأزمة من باب الوساطة الدبلوماسية استجابة لمسؤولياتها الإقليمية واستحضارا لإرتهاد تاريخي وثق لها الدبلوماسي كمحرك للتسوية بالجارة الجنوبية فإن الزخم الدولي والإقليمي ورسائل الترحيب والدعم المتتالية كانت جرعة أخرى عززت قوة رؤيتها أمر زاده ثقلا شغل الجزائر مقعدها داخل مجلس الأمن الدولي بداية العام الداخل من المرتقب أن تشغل الجزائر مقعدها في مجلس الأمن العام المقبل ونتطلع إلى مواصلة العمل معها على ذلك وعلى أولويات إقليمية ودولية أخرى جهود حذيثة وتحركات لافتة تخوضها الدبلوماسية الجزائرية تؤكد تجند الجزائر الإيجابي ومسارعتها إلى مساعدة شقيقاتها في إفريقيا كلما استدعت الحاجة احتواء للوضع تقي من انزلاقات أمنية أو تمنع تدخلات عسكرية تدفع إليها بعض القوى خدمة لمصالحها وهنا تستحضر الجزائر بقوة تجارب سابقة لتكاد تسد باب أزمة حتى تجرى نحو أخرى